طيب موضوع آخر وانا دايماً من فترة طويلة بدأت مع حضراتكم متابعة ملف الحكام ليه ملف الحكام؟ لأنه أنا عندي مشكلة كبيرة جداً كأهلاوي مع الحكام السنتين اللي فاتوا عندي مشكلة كبيرة جداً أحد الأسباب الكبيرة جداً في خسارة النادي الأهلي للموسم اللي فاتوا اللي قابلوا الدولة العام التحكيم فأنا بتابع دايماً مع حضراتكم إيه اللي بيحصل أولاً بأول النهاردة حكم الموضوع مهم جداً وعايز حضراتكم تركزوا معايا في الكلام اللي أنا هقوله ده وحورل حضراتكم إيه اللي بيحصل بالفيديوهات لأنه أنا فيه معلومات قلتها معلومة أو معلومات كثيرة جداً قلتها لحضراتكم من إسبوعين قلت لكم إن فيه هزة كبيرة جداً حصلت داخل اتحاد كرة القدر بسبب مباريات الناشئين اللي كان فيها أزمات غريبة لو تفتكروا كده اللي بيتابع دائماً البيت الكبير حيفتكر لأنه لم يتم إبلاغ الحكام بالمباريات حتى حصل إن كان حكم بيديو المباراة والدية المنتخب مصري ناشئين خرج من الملعب خدله في سنانه وجاري راح على من الملعب اللي هو فيه على سنان الدفاع الجوي عشان يدير مطش في بطولة الجمهورية للناشئين يومها قلت لحضراتكم إن هناك اجتماع سري جمع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع كلاتنبرج وساعتها قلت لكم إن كان أجازة كلاتنبرج كان أجازة ورجع وقلت لحضراتكم ساعتها برضو إن كلاتنبرج حيطلب أجازة شهر لتحليل كاس العالة وقد كان وكلاتنبرج طلب أجازة شهر وفي ذلك الوقت شرحت لحضراتكم قصة كابت نحمد أبو العلة وإنه مصدر المعلومات الوحيد والموثوق فيه بالنسبة لكلاتنبرج وإن انتحاد كرة القدم معترض على ده وتحديداً أربع أفراد من مجلس الإدارة أولهم أستاذ جمال علام طيب إيه اللي حصل؟ أو التطورات الجديدة اللي أنا حقولها لحضراتكم قلت لحضراتكم أو كلاتنبرج وافق على وجود لجنة ثلاثية قد بقى لحضرتك من الكلام كلاتنبرج وافق على وجود لجنة ثلاثية فيها كابتن محمد فاروق، كابتن أيمن ديجيش، كابتن تامر دوري مع تكليف كابتن تامر دوري باختيار حكام تقنية الفار خلاص؟ لكن اللي هأكد عليه لحضراتكم إن كلاتنبرج مش في دماغه كل الكلام ده يعني إيه مش في دماغه؟ يعني عايزين لجنة ثلاثية عملوا لجنة ثلاثية وخلي بالحضرتك هو بيحاولوا يقنعوا الرباعي اللي أنا بتكلم فيهم عليهم مع حضراتكم من اتحاد كرة القدم عايزين يقنعوا كلاتنبرج بأن كابتن تامر دوري يكون بديل أحمد أبو العيلة سألوا كل حاجة وخد منه كل المعلومات وهو بيتكلم إنجليزي كويس ولكن كلاتنبرج ولا في دماغه خلاص؟ يعني إيه ولا في دماغه؟ يعني هو كابتن أحمد أبو العيلة كمان اتقل له لو عندك أي اعتراض على أي تعينات في الدولة الممتاز حيتم الأخذ بيها كلاتنبرج بيقول الكابتن أحمد أبو العيلة هذه الأمور يعني ما تقلقش من اللجنة السلسية دي والكلام اللي انت حتقوله هو اللي حيمشي معايا ده كلاتنبرج بيقول كابتن أحمد أبو العيلة وطبعا ده على غير رغبة الأستاذ جماله والثلاث أعضاء الآخرين فدلوقتي كلاتنبرج مش قادر يطبق تجربته فيما يخص استعراض حالات الحكام ليه؟ يا عم إسلام ما هو كلاتنبرج بيطلع وبيتكلم ويورينا بالفيديوهات طيب أنا آسف جدا أنا حاسب حضرتك دلوقتي لأي شخص قاعد وبيتفرج ومتخيل إن ده اللي كلاتنبرج طلبه هو بيطلع يعمله آه على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ولكن حضرتك حتتصدم دلوقتي لما تشوف هو هو لما تشوفه تسمع أنا ما بقولش حاجة من خلال البيت الكبير غير لما بيكون عندي عليها فيديوهات فأنا آسف جدا إن أنا حاسب من ناس كتيرة متخيلة إن كلاتنبرج عمل حاجة كبيرة جدا إن هو طلع يتكلم هو طلع يتكلم فعلا ولكن يتكلم إزاي ويتكلم مع مين وإحنا من المفترض كنا هنسمع إيه مفروض إن كان بيتقلنا من كلاتنبرج نفسه إن إحنا هنسمع حكام الفار مع حكم الساحة وهم بيتكلموا حكم الساحة ومع حكم البروة بيتكلم وبالمناسبة ده قال كده في أول مؤتمر هل تغيرت قناعات كلاتنبرج؟ هل حاول البعض تغيير أو بيحاول البعض تغيير قناعات كلاتنبرج؟ لأن قناعات قناعات كلاتنبرج ليست الفيديو اللي إحنا بنشوفه قناعات كلاتنبرج حوريها لحضرتك دلوقتي من الموقع الرسمي للاتحاد اليوناني لكرة القدم حوري لحضرتك الفيديو اللي كان بيعمله كلاتنبرج المفروض المفروض إن الفيديو اللي إحنا بنشوفه ده بتاعنا هنا في مصر يبقى شابه ده طب خلينا الأول يا عم إسلام بدل ما تلغبطنا وتودين وتجيبنا خلينا نطلع نشوف كيف كان كلاتنبرج يحلل ويعلق على الحالات التحكيمية في الدوري اليوناني فضل حسنا نشوفك حسنا نشوفك أريد تخبرك في الحقيقة ؟ mistو أنت أنت أداء أنفذ الفل شبهي مرة تانية الصوت اللي في الآخر اللي حضراتكو سمعتوه لو سمحت شغالي الفيديو من غير صوت عشان بس الجمهور الأهلي هو بتفرج عليا يشوف ويسمع هشرح لحضراتكم الفيديو اللي حضراتكو كنتم بتسمعوه في الأول الصوت اللي فيه لغواشة ده ده لغواشة السماعات ده الكلام اللي حصل في الحالة دي ما بين حكم الساحة وحكم الفار ده في الدولة اليونانية ده اللي يريد تطبيقه كلاتنبرج أو اللي كان بيتطبقه كلاتنبرج في اليونان هل تطبقه في مصر؟ ما حصلش فاللي كان كلاتنبرج عايز يطبقه اهو هنا ده صوت حكم الساحة بيتكلم مع حكم الفار بيقوله انه هي ركل الجزاء ولا مش ركل الجزاء الكلام اللي دار بينهم وبين بعض اللقطة الأخيرة هتلاقي فيها الشاشة مقسمة لأربعة أقسام القسم الأول اللي هو فيه الفار وبقية الأقسام الأربعة التلاتة اللي باقيين هي الكرة من كذا زاوية اهو هنا الحكم اللي على الشمال دي يا فاندم الحكم وهو بيتكلم مع حكم الفار ومسمعك صوت حكم الساحة وحكم الفار ايه اللي حصل في الكرة زي دي؟ ما بيجيب لكش حد يحكي لك يعني هو بيسمعك الموضوع فعليا كان عامل ازاي؟ وتلات زاوية وبعد كل ده تعليق بقى كلاتنبرج على اللي حصل وغالبا ما بيكون ايجابي للحكام لانه حضرتك وانت قاعد بتسمع سامع ايه اللي حصل ما بين حكم الساحة وحكم الفار وشايف القرار صوته صورة زي ما حضرتكو شايفين اقفل ده لو سمحت يا سمير وارينا ايه اللي بيحصل في مصر كيف يعلق كلاتنبرج على حالات التحكيم في مصر تفضل وكان الله بالسر عليما شوات هايلايتس موجودة على اليوتيوب اي حد ممكن يطلع ويقول الكلمتين الحلوين اللي قالهم كلاتنبرج وقال الكلمتين بالانجليزي اقوله لكم انا بالأي حد يقولهم بالانجليزي ويبقى هو ده التحليل هو حضرتك بتحلل ولا من المفترض ان انت تعمل زي ما كنت بتعمل في اليونان ولا حضرتك عايز تعمل حاجة لكلاتنبرج وفي ناس وقفلك في الموضوع مش عايزينك تعمله بالمناسبة وما قالوا ان دي مشكلة اي تي طيب مش اقول لي بقى برامج وابليكيشن وحاجات كده بعد اذن حضرتكم انا عندي هنا في قناة النادي الاهلي مدير الادارة الهندسية وطاقم الاي تي كله تحت امر حضرتكم علشان نقدر نعمل الموضوع ده ولو ما تعملش لو ما الامر ده ما تعملش انا عندي هنا احسن ناس موجودين في قناة الاهلي فلو حضرتكم عايزين تستعينوا باي تي احنا جاهزين يا فندم انا بس بوري لحضرتكم ايه اللي بيحصل في كرة القدب او التحكيم في مصر حتى الراجل اللي كنا بنتوسم ان هو او ما زلنا نتوسم ان هو يبقى دايما كويس زي ما حضرتكم شايفين التجربة في اليونان بشكل والتجربة في مصر بشكل اخر ما ينفعش يا فندم حضرتك تطلع تعلق على فيديو وتقول والله بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا مش عارف ايه حاجات الحكم كويس وعمل شغل كويس ومتشكلين يا عم الحكم يا عم ده كلام متورينا اللي حصل وتسمع طلبات النادي الاهلي افتكروا البيان اللي عملوا النادي الاهلي السنة اللي فاتت وقال فيه يا جماعة خلونا نسمع ايه اللي بيحصل ما بين حكم الفار وحكم الساحة وكلاتنبرج في اول يوم وعد بهذا الكلام وكلنا حيناه وكلاتنبرج طبق هذا الامر في اليونان فلماذا لا يتم تطبيقه في مصر اي تي ايه والتاع ايه ايه الاي تي اللي حضرتك اللي موقف الدنيا مرة تانية لو حضرتك في اتحاد كرة القدم ما عندكش اي تي يعني انا معرفش الموضوع ده صحيح ولا مش صحيح ولكن انا وبلاش وبلاش انا بس عايزة احاول اطور في الموضوع عشان يقول لي ما تبورينا الحل يا عم اسلام ادي الحل اهو نقدر نعمله لحضراتكم يا جماعة مش كده هو لو مش عايزين الراجل ماشيه وبقى يوفر الدولارات بتاعته لو حضرتك مش عايز الراجل وعايز برضو مجموعة الحكام اللي على دماغنا وعلى رأسنا من فوق ما عنديش مشكلة معاهم خالص ولكن تجربة جديدة يجب ان تتم ويجب ان تكتمل لماذا لا تكتمل هذه التجربة لماذا يفعل كلاتنبرجي هذا الامر ليه يا عم كلاتنبرجي ايه اللي موقفك عن ان انت تسمعنا ايه اللي بيحصل فيه اوت الفار اوت الفار الفي ار زي ما كنت بتعمل في اليونات طيب كمان في عدم رضا من بعض الحكام على الفكرة نفسها تخيل ان هناك حكام عندها اعتراض على فكرة تحليل كلاتنبرجي للحالات واستعراض اخطاءهم بشكل علني رغم ان كلاتنبرج قال او اكد لهم ان انتقاداته هتكون بينه وبينهم في الغرف المغلقة والعقوبات هتكون مش معلنة لكن هو غير راضي عن مستوى الحكام في الجولة التانية الحمد لله شكرا يا عم كلاتنبرج لانه الحقيقة تعتد حك زي ما كلنا دايما بنحاول في الجولة الاولى على الرغم ان هناك بعض الاخطاء ولكن كلنا طلعنا اشدنا وسقفنا لانها لم تكن اخطاء مؤثرة في الجولة الاولى على نتائج المباراة لكن الجولة التانية حدث ولا حرج بدأت الاخطاء بتاعت السامنة اللي فاتت الانزارات ما بتطلعشو الاحمر ما بيطلعشو كلام اللي حضراتكم عارفينه ده طيب اللي بيحصل ده كله حيوديني على فين فيما يخص التحكيم ده اللي مش واضح مش واضح ونفسنا يكون واضح وللمرة المليون للمرة المليون هنا بيت الكبير مع تجربة الخبيل الاجنبي سواء كلاتنبرج أو اي حد بحذر وحذرت من افشال هذه التجربة وبتمنى ان يتم لم الشمل جوه لجنة الحكام وجوه اتحاد كرة القدم فيما يخص التحكيم احنا لسه في اول الدوري لسه بادري على هذا الكلام حرام عليكم اللي بيحصل مش طبيعي موسيقى اشتركوا في القناة